نروح لموضوع انفراد ومهم جدا انفراد منتظرين وكل الناس الذين ينتمون الى القلعة الحمراء انفراد من الايار السقيل انا بديت معاكم حواري عن المدير الفني الجديد انه وصل الموضوع الـ 12-15-20 سيفي هاد بتتدرس انا كنت ماشي معاكم بامانة وعارب بقولها بديت معاكم من اول الصف 15-20-25-100 ايا كان العدد الى ان وصلنا الى حصر الموضوع في 5 وبالامس الملف ده انا والصديقي مصطفى حسين خليل كل يوم بننفرد بيه الجديد وعلى فكرة انا مش متدايق ان في حد قلع قال لك انا اول واحد قلت البرتغالي في توريا مش في حسابات الاهلي وبعد كده كل الناس قلت ورايا واقسم بالله والله العظيم قسمك انت ستحسب عليها وانت كاذب اول واحد في مصر قال ان الراجل ده برا الحسابات مش عشان الفلوس لانه اختلف في المساعدين وعددهم اللي جايين الاهلي وقال ما قدرش اوعد ببقول الدوري او كاس اتقال له ده ما ينفعش وعايز يجيب كل مساعدينه معاه زي ما كان بيعمل في الخليج اقسم بالله احدهم النهاردة ان هو صاحب هذا الانفراد وهذا يمين ربنا يحسبه عليها لانه ايه ممكن يكون يعني مواركبتن متعد شربي كل يوم بيطلع يقولك انفراد انفراد يعاني وما بيتفرقش على الناس والكلام اللي بيقوله بيوب الناس اي لا لا اسبوع بس اعجل ما بيتفرقش بيقش وهم انه بيقول انفرادات ففي ناس كتير جدا بتعيش وهم انها بتقول انفرادات وهي للأسف الشديد يعني بتقول اخبار بايتها بس هو بعد ما بيقفل اللي بيتفرقش على زميله بيقفي وينام ينشغل في امر ما فانا بنصح مثل هؤلاء انك انت احترم زميلك ولا تقول انك انت اول واحد قول اكتهدنا وان كنا الاوائل فاهلا وسهلا ان سبقنا احد فله كل الاحترام لانك انت حتى كل كلامك في الملف ده اواما كله توقعات ورامية بغير رامي زي موضوع مرسباني ماشي وجات معك الله فالمهم يعني بس دي عالسرية يعني اتكلمنا في الملف ده وبدأنا واخدنا تدريجيا الى ان تم الحصر الموضوع في خمسة وبالامس حللنا لكم الموقف والناس اللي حصل معاهم اجتماعات على الفيديو كونفرس النهاردة عن انفرد معاكم بالجديد عنقول لكم الاسم على اقول كده عشان خطر نخلص المدير الفني الجديد للنادي الاهلي واحد من اتنين عنقول لكم اسميهم وعنوريكم صورهم وكمان اقول لكم انا ومصطفى حسين خليل اللي عيوصل امتى وعيتم التعاقد مع امتى واكتب وسجل يا تاريخ وشكرا وسلام عليكم مصطفى حسين خليل صديقي العزيز والناقض الرياضي سلام عليكم يا درج حبيبي ربنا يكرمك نبدأ من اول الصبر انبارح وقفنا عند اربع او خمس اسماء تم حصرهم والاجتماع معهم عبر الفيديو كونفورس وتم تسريب اسمين وفي اسمين تاني او تلاتة محدش عارف عنهم اي حاجة النهاردة اجتهدنا وتقول اليوم بنتكلم انا وانت وقدرنا نوصل للمدير الفني بنسبة 99% وانا وانت عارفين من هو بس احنا اتفقنا ان احنا النهاردة عنقول واحد من اتنين ويوم السبت سنقلل اسمه صراحة فضل او سمدن كلام حضرتك مصبوط طبعا احنا كنا بنتكلم في الملف ده من اوله يشهد التاريخ والفيديوارات موجودة عند حضرتك ان احنا اول من اعلننا ان مفيش روي فيتوريا كان الناس كلها كتبة بما فيهم اللي انكر وقال ان انا اول واحد قلت ده ده هو اول واحد قال ان الاقرب روي فيتوريا ايه وليس العكس معايا يا وصعد نصر معاك اقدرش وابالاضافة لمجموعة امور كتير مش عايزين ناخد فيها لكن احنا قلنا مبارح واول مبارح ان اللايزرات ما بتتمسحش يا جماعة وما ينفعش يتعدل فيها لانها مش بوست مكتوب كفاكم كفاكم محاربة للناس اللي بتسعى وبتكتهد وبتنجح وما بتنصبش الحاجة لنفسها لان هما الناس كلها عارفين اه مين هما اصحاب المصادر احنا بديتحارب وبتعمل لنا ريبورتات وحضرتك يعني اه شايف بقالنا اسبوع اه الناس بتعمل ايه ومعروف مين الناس ومعروف مين اللي بيزق الناس دي ومعروف الحاجات دي كلها فدي ضريبة من ضرائب النجاح عشان الناس تكون عارفة احنا لنا تأثر باي شكل من الاشكال من الامور دي لكن هو الموضوع كله ان احنا نكشف الحقيق لا اكتر ولا اقل لازم نعطي كل زي حق حق اللي فعى واكتهد وجاب معلومة اه حتى من احترامه للمصدر ما بيقولش مين المصدر عكس ناس بتطلع تقول كلام احنا قعدنا مع الكابتن خطيب لا امير توفيق قال لنا لا مش عارف ايه وهذا الكلام لم يحدث تماما 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 والجميع عارف ان لا الكابتن خطيب بيصرح ولا امير توفيق بيصرح يعني لما تيجي حتى تهب ادهاب ده ما ينفعش تقولي ان حد من اللجنة المكلفة باختيار المدير الفني هو اللي ايه لها لك انا امبرح معايا اخلي بالك تنا معايا امبرح الاستاذ على ازة سألت السؤال وانا عارف الاجابة هل سيتم الاعلان الاسبوع القادم ولا الاسبوع ده التوقعات خلال 48 ساعة قلت له ندخل فرهان سوا اول الاسبوع القادم فقعد يضحك وروحت بعد على ازة قلت على مسؤوليتي لن يتم الاعلان عن المدير الفني للاسبوع القادم والتعاقد معا اول الشهر طب هو حضرتك لما انت بقى تكتشف ان بكرة وانا اتحداك ان بكرة الهبيضة يطلعهم يعملوا ليف ويقولوا مش احنا قلنا لكم ان المدير الفني جاي اول الشهر هو ده الدنيا ماشية كده والامور ماشية كده للأسف الشديد اول ما قال ان في اكتر من اتنشر لخمتاشر سيدي كان عن طريق المنبر الاعلام بتاعك اول ما قال اللي تم الخصر الى اربع سيديات كان عن طريق المنبر الاعلام بتاعك لما النهاردة من الصبح حتى من دقايق بنجتهد ونحاول نوصل اللي معلومة وعارفنا الامر اتحفر في مين بالزبط ومين الاتنين اللي الدنيا كلها خلاص يعني اه ماشية في اتجاه خلاص هو المدير الفني من الاتنين اللي انت قا تقولهم سيعلن لكم مصطفى حسين خليل واحنا واحنا عارفين من مين فيهم اللي اعرف مش بس خلي بس خلي بالك احتراما لاتفاقنا مع الناس لن نعلن اليوم لكن احتراما لاتفاقنا سنعلن انسى كل اللي سمعته لن يخرج المدير الفني عن الاتنين اللي هيعلنهم مصطفى حسين خليل عليك بس هنعلن يا ريس بعد اذنك هنعلن عن معادل الحضور ماشي وهنعلن عن انه هيتفرج على مطشي ايه بعد اذن اتفاضل موافق انا موافق هذا متاح وكمان ايه اترد على هابتة حسين غال فنبدأ الاول نعلن من هم الاسمين طيب ان بارحت عمل اربعة اه زوم او فيديو كونفرنس ايا كان حسب المسمة مع اربع مدرين فنيين اتنين لم يتم الافصاح عنهم واتنين خلاص تم الافصاح عنهم اللي لم يتم الافصاح عنهم دول مستبعدين انحصل الكلام ما بين اتنين اللي اتنين هما البلجيكي يانك فريرا والالماني ديفت فاجينار بعدين لحظة واحدة لحظة واحدة اول حد مرشح بنسبة تسعة وتسعين في المية وانحصر علي الجماع بتاع الاهلي واعتبروه نمرة واحد في الترشيحات اهو يانك فريرا ايوه يانك فريرا تمام ده اه اتنين واربعين عام ده درب في اندرلاخت ده اخر تجربته كانت في الشرق الاوسط كانت في الفتح الصعودي الراجل اين اعمل ارقام بتاعته مش كبيرة اوي اه لكن هما بيعتبروه يعني استمرار لشاكلة اه التعاقد مع فريرا وصبقوا جريده والاسماء اللي هي جدت عملت بصنع الاهلي وكانت مشروع ناجح اه اه اغيرت وطورت من شكل القرى والاداء اه بغض النظر عن انه عنده استيرو كوي ده بالنسبة لاول اسم الاسم التاني اللي مطروح بنسبة اه يعني برضو اه وليكن خمسة في المية ما زال على طائلة التفاوض خلينا برضي نقول خلينا نقول تسعة وتسعين في المية برضا اه كان وعدنا الناس ان احنا من منديش علامات صريحة تسعة وتسعين في المية الاسم التاني لن يخرج عن المدير الفني للأهل الاسمين دولة وبس الاسم التاني الالماني اه ديفيد فاجينار اه ده كان المدير المدرب العام المساعد اه لكلوب في بروسيا دورت موند قبل ما ينتقل لليفربول والراجل اشتغل مع اكتر من فريق في الدور الانجليزي في الممتسبة او في الدرجة التانية في الدور الانجليزي وهم برضو يعني شايفين للفريق اللي بين الاتنين عشان نكون برضو واضحين اه معلش يا صاحب ناسل برضو حبت النقى قديم فضل فضل الفريق ان هو الراجل ده شايفين اللي هو اه واحد وكمسين عام فشايفين ان يانيك فريرا هو حد صغير اه حد ممكن يتمشى معانا اكتر من التاني لكن زي ما حضرتك قلت برضو مش هغير كلامك ايا يانيك فريرا تسعة وتسعين في المية تسعة وتسعين في المية يا مصطفى معاك خلي بالكم يا جماعة من الكلام بتاع مصطفى ده لان ده زبد من قلب من قلب الحلة حتة من الموزة كده من قلب الحلة وخلي الناس تكون ايش ورانا تفضل النقاط يا مصطفى طيب المدير الفني ايا كان واتفر هو الاسم الاول او الاسم التاني هيكون متواجد في القاهرة هيوقع العقد اول مباراة يتفرج عليها يا جماعة مع الناد الالي هتكون مباراة سموحة ان شاء الله 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 يعني هيجي بلاش نقول اليوم لكن هيجي في مص الاسبوع القادم والمدير الفني هيتعامل لا يا عم خلينا نقول يا عم نقول دي متاحة الاثنين او الثلاث بعد مباراة الاهلي اوبرامنس او سجلوها الاسنين او الثلاثاء احنا الراجل مقرفنا وانت عايز بالصبت خلي بالك بص يا الاخ اللي بيقول فينا بص احنا انفردنا بالاسماء زي ما ناس كتير انفردت لها كل الاحترام والتقدير بس احنا النهاردة بنقول لك خلاص الاثنين دول نايك فريرا او الالماني الراجل الالماني ديفيد فانجر ده ولا ديفيد مش عارف ايه ديفيد فانجر ويوم الحد بعد مباراة الاهلي اوبرامنس سيتم الاعلان عن حضوره القاهرة ويكون في القاهرة الاثنين او الثلاث ويتفرج على مباراة سموحه من المدرجات ويمضي العقد امتى يا مصطفى امد العقد بعد بداية السنة المالية الجديدة اللي هي واحد سبعة ممكن يمضيهم اثنين سبعة وبعد مؤتمر صغطي وشان طبعا ان مركة القرى تستلمش العمل بتاعها في بداية السنة المالية الجديدة اللي هي واحد يوليون انتاء الله يعني واحد سبعة يا جماعة سنة المالية تلاتين ستة هتستلم شركة القرى رسميا للادارات المالية بتاعتها واحد سبعة من حقها هتوقع رسميا على اقود مالية طبقا لقرارة مجلس الادارة وده اللي انفراج بتاعي من شهر واحد سبعة شركة القرى ايضا معها الملف المالي من حقها هتوقع وتتعاقد وتجيب وتروح وتيدي اثنين سبعة او ثلاثة سبعة المؤتمر الصحفي بالضبط كده يا فندم وهيتم الاعلان عن المدرب في المؤتمر الصحفي الناس كلها تشوفوا بالطريقة بتاعة الناد الاهلي اللي هو دايما بيعلم فيها عن المديرين الفنيين واحنا طبعا اه قلنا الكلام ده اخدنا الاذن اللي احنا نقوم عشان الناس ما تنتظرش لمدير الفني اللي جاي في المطار وبزوبة امراض فيلر وفي اكتوبة النهاردة ان فيك ان ممكن موسيمان يرجع تاني وشوية حوارات انت حضرتك يعني انا عارف انك انت بالتباشر وكلام احمد يحيا اهو بقولك كلام احمد يحيا وكيل فيلر على موضوع فيلر فيلر للاستهلاك الاعلامي والناس اللي قالت ان فيلر رجع احتمال اول فانكوش تم صرف النظر تماما عن فيلر لان فيلر علشان ييجي ايوه الخطيب عايز يرضي الجماهير ولكن مليون دولار كاش عشان فيلر يفسخ التعاقد مع اليابان ولو قتلنا هم البطاطس بكرة مراته عتقول له انا خايف عليك فيلر تعال لي تاني عشان اجيبنك من الاخر دير كلام بتاع فاللي بيقوله احمد يحيا لبعض الزمنة تحكى عدقون مفيش فيلر اللي اتنين دول واحد منهم مدير فني للاهلي اللي اتنين دول واحد منهم نايك فريرا احتمال اول والاخ ديفيد فيجرر فيجرر مليش في الانجليز انا هو احتمال تاني حد يقول لي طب احنا شوفنا في مباراة اهلي والزمالك عمرو محب موجود في الجهاز مماشاش مع مسباني يا ترى ليه مصطفى يعني عمرو محب مستمر مع المدير الفني الجديد طيب اخر سؤال بس لان انا عرفت ان الكابتر حسام غالي زعلان النهاردة جدا من اتهامه بانه بيسرب معلومات لميدو هو هو طبعا انا انا عايز اقول لحضرتك فقط اللي بيهبت الهاب دي اقبل ما انقال الموضوع بتاع اه ديفيد فيجر كان اه ابراهيم فايق مش ميدو ده اولا ثانيا انك انت تطلع تقوم ان حسام غالي هو اللي بيسرب المعلومات لحمة حسام ميدو دي عمرها ما بتحصل ولا عمرها بتحصل واستمرار للخربة وصعب ناصر اللي على حسام غالي اول حاجة اتقال ان هو اللي ممشي موسيماني ما كالتش مع الناس تاني حاجة بيتقال ان هو بيلعب محمد هاني عنوى ما كالتش مع الناس تالت حاجة اتقال ان حسام غالي عايز يمشي سيد عبد الحفريز ويجيب محمد فضل كورة ما كالتش مع الناس فنعمل ايه جديد ايه جديد نقول انت غالي بيسرب الكلام بتاع مجلس الادارة والاتفاقات والكلام ده كله مش سكة النادل الاهلي ولا سكة ادارة النادل الاهلي والله العظيم يا جماعة الكلام ده ايلينه من اسبوع قبل الناس اللي اتكلمت النهاردة وانبارح واول انبارح بس انتم بتحبوا اللي ينصب عليكم انتم بتحبوا اللي ينصب عليكم للأسف اشتري صاحب ناصر الآخرين عشان خاطر هم عارفين ان نبقى فيه مستقية كبيرة جدا يعني واحد 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 في التعليقات يقول لك يا فلان الفلاني قال ده بب ما تقولش لي ان انا عيله مبارح كله وهو نقل مني وقاله النهار ده يعني عشان انت مريض انت مريض وانا خلي بالك مش بتاع الأسلوب ده ولكن قررت ان انا ما سيبش حقي لاني لقيت اللي النقل والخط فاربعة وعشرين ساعة والسرقة وبعد كده قادي يقول بس احترمنا يا اخي احنا موجودين واندنا مصادرنا مش كل حاجة انا اول وعد انا اول وعد انا اول وعد ده فيه ملاك من الطرف التاني ده هتبدأ تهاجمنا وهتبدأ تشتمنا وهتبدأ تعمل حيات كتير وانت عارف اطراف كتير مصدر انقهية ما اكتر منهم يا صديق العزيز اهي كلها جماعة باختصار والله 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 لو لا لو صعب الناصر ما كنا خدنا خنقول المعلومات دي احنا طبعا المعلومات فطبعا عندنا اكتر منها لكن ممنوع اللي احنا نتكلم يعني مش ممنوع خلي بدك اصلي بص الاهلي اللي ما كنت اشتتعاون انه اخدت المعلومات ورحت النهاردة مفرقع الدنيا مش هيتعملوا معك تهدي لكن احنا في النادي الاهلي احنا في النادي الاهلي بنحترم مصادرنا ونقول ما هو متاح حسام غالي زعلان من موضوع اتهامه انه هو ورا مشيان مسباني زعلان انه عايز يمشكي سيد عبدالعافيز ويجيب محمد فضل زعلان من انه يتهم انه بيسرب معلومات لميدو واتكلمت معاه قال لي لا لا الاهلي ولا مبادئنا ولا اسلوبنا في الادارة ولا اللي تعلمناه لو انا اللي بقدم البرنامج مش هقول اسرار مش عشان مش هدي ميدو زي ما انت بتعرف تحصل على معلومة زي ما انت بتعرف تحصل على معلومة ميدو بيه عرف يحصل على معلومة وكمان بالاضافة يا فاندم ان حاجة مهمة يعني اتقال كمان ان كابتل احمد شبير معاه كنز معلومات لكن هو الفكرة كلها لو الراجل بيطلع يقول كل اللي عنده فده ضد مصطحنات الاهلي طب وشبير ما قالش رئي اسم المدير الفني صراحة ما يمين فعل فيك فيه حاجات يا جماعة انا بتكلم مع ناس في الزمالك يقولك دي بس ما تقولهاش كده وننسق مع بعض ده مش عيب وفين فرادة جيبه من بعيد عن الادارة نحر نفس الوضع بالنسبة للناجي الاهلي ملف المدير الفني هم مصدري ممكن يدي لك معالم يدي لك جنسية للمدرب يدي لك حاجات تشتغل بيها لكن مش عديك الاسم صريح وان كنت انا النهاردة عرفت الاسم صريح ولكن كعلاقات وصداقة ولن اقلن عنه اللي يوم السبت يوم السبت ليلة مباراة الاهلي وبراميز لان الراجل عيجي بعد مباراة الاهلي وبراميز بشكرك شكرا جزيلا يا مصطفى يا جديد خلينا نكون متفقين ان يوم السبت يوم الجمعة يوم الحد احنا اول ناس هنعلن وخلاص ماشا ماشا دا اول ناس هنعلن احنا ماشا حبيبي اشكرك يا مصطفى على التعاون واشكرك على مجهودك كله معنا الله يخليك يا فاندم بشكرك ودايما يا رب عنوان المسبقية ويعني احنا يام دا اتعرزت بولو ننتظر اي رد فعلا من الاطراف الاخرى لكن في الاول وفي الاخر الناس فتعرف في النهاية من هو الصادق ومن هو المتلون واللي بيفضل قريب خلي بالكم يا جماعة لا نقصد شخص بعينه احنا ناس كتيرة جدا فيديو ناس كتيرة جدا فجئنا بيها بتنقل وتقولك انفراد 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 لكن محدش يفكر ان انا بتكلم عن حد بعينه